وينضم إلينا في الستوديو أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر أهلا بك أحمد بما تعلق على قرارات الفصل المتتالية التي تصدر بحق طلاب من بعض الجامعات المصرية يعني بسم الله الرحيم أعلق على قرارات الفصل في الجامعات المصرية أنا الآن في دولة تحكمها مجموعة من العصابة بشكل واضح لا مكان للقضاء في مصر بالوقع ولا أدلة يعني حينما يحكم القضاء حينما يقول عنه هذا القضاء شامخ حينما يحكم القضاء على عودة 150 طالب من طلاب الجامعات إلى الجامعات المصرية وإلغاء قرار الفصل نجد أن رسالة الجامعات يقول لك لا كان فيه خطأ في الإجراء ومش هنفذ الكلام ده لأن هناك مجموعة من العصابة تدير الجامعات المصرية فيه واحدة النقطة الأولى النقطة الأخرى في موضوع فصل الطلاب كل الطلاب الذين تم فصلهم منذ الانقلاب العسكري الآن لم يحال طالب واحد إلى التحقيق بل فصل الطلاب بشكل مباشر بدون مجلس تأديب بدون إنذار بدون أي شيء وكأن ليس هناك عمداء للكليات وكأن هناك ليس هناك لجان تأديب وكأن هناك ليس محققين داخل الجامعات إذن نحن لا نتحدث عن دولة قانون نحن نتحدث عن فوضى داخل الجامعات أرادها عبدالفتاح السيسي حينما ألغى قانون انتخاب رؤساء الجامعات أصبح رؤساء الجامعات بالتعين أصبحوا أداة في عيدي الداخلية افصل ده وما تفصلش ده وعين ده وما تعينش ده هو ده حال جامعات فوضى خلقة داخل الجامعات هو كان ما يريده عبدالفتاح السيسي في هذا الأمر الأمر الآخر هناك رسالة أخرى من هذا الفصل العسكر يريد أن يستمر الصدام مع الطلاب داخل الجامعات حتى يلجأ الطلاب للعنف ويبرر حينما يلجأ الطلاب للعنف نتيجة الغضب المتراقب ونتيجة دايما أننا نشوف أن الطلبة بتقتل ودون القصاص نشوف الطلبة بتعتقل ودون القصاص نشوف الطلبة بتفصل دون تحويل لمجلس تأديب فبالتالي الطالب حينما يضيق عليه الخناق داخل الجامعات فهناك يلجأ إلى مزيد من هو يحاول عودة الطلاب للعنف ولكن لم يحدث على مدار عين متتابعين استمعت معنا إلى التقرير الذي أذعناه منذ قليل يعني يرفضون ما تفعلونه داخل الجامعات ويتهم بعض الطلبة والطالبات بحوزة الشماريخ وممارسة عنا العنف داخل الجامعات هو بس خلانا نقول إن الشمروخ مش هيحلق مدرك خلانا نقول إن الشمروخ مش هيقتل الطالب خلانا نقول إن الشمروخ مش هيعتدي على العسكري لابس جهاز واقي الشمروخ مش هيعطل أو هيقتحم مدرعة زي ما احنا بنشوف يعني الشمروخ يقابل بمدرعة مصفحة داخل الجامعة الشمروخ يقابل بروصاص الشمروخ يقابل بميليشيات وزخائر حية من قبل الداخلية وفلكون وملايين من الجناية التصرف لكن أنا خلانا نشير للتقرير برضا والسالم لا لا تمهمة كنا شفنا وكيل الأزهر في وسط الداخلية وفي وسط حماية الداخلية مع بعض الطلاب داخل الجامعة وفي مظاهرة لم نرى بقى ان الداخلية اقتحمت الجامعة عشان تفضل مظاهرة دي لان المظاهرة دي بتؤيد عبدالفتاح السيسي وتؤيد أحمد الطيب مع ان أنا عندي ملابسات عن هذه المظاهرة دي كانت مظاهرة لكلية تربية علشان كلمة المطالب لكن الداخلية لم تقتحم الجامعة لانها كانت تطالب بتأييد عبدالفتاح السيسي اذا هناك هذه الصورة لكن هدفاتهم كانت واضحة انهم يعيدون رئيس الجامعة وشيخ الأزهر يرفضون جميل التي تنظم بعض الطيارات داخل الجامعة اعتمد معك هل هنا المظاهرة حلال على فيه وحرام على فيه أنا اعرف هو المظاهرات ممنوع للجميع اذا لا يطبق القنون على المؤيد وعلى المعارض لكن هنا يطبق القنون على من يختلف مع دولة العسكر لانه يرفض عسكرة الجامعات المصرية لكن هناك لا يطبق القنون على بعض الاخر من المجموعة اللي كانوا موجودين المجموعة اللي هم معروفين طول عمرنا بالنسبة لنا كطلاب الجامعات اللي هم العصفير اللي هم بيتم نغرأهم من قبل الدخلية إما عن طريق تسكنهم في المدن الجامعية أو هم طلبة سقطين كده كده فبيتم نجاحهم في الكليات وكان أنا ضربتي مثال بمحمد بدران رئيس التحادة طلاب مصر كان راسب السنة اللي فاته وتتم رفعه كل طالبناه الحرية في التعبير عن رأيه كما تعبرون عن أرأيكم يعني الأخرون لهم الحرية الكاملة أيضا أن يعبروا عن أرأيهم ولكن أسألكك عن مصير هؤلاء الطلاب المفصولين يعني هناك خمسين طالب تم فصلهم بالأمس في جامعة الأزرق القرار الأخير الذي صدر الأمس مصير هؤلاء الطلاب يعني كيف سيتم أتصدي لهذه القرارات وأنا أقول لت الحضارك إحنا ما عندناش دول يعني إحنا الآن ما فيش دولة يتقونوا عشان نروح لها إن الطالب كده كده بياخد حكم قضايا الجامعة بيتمكنوهش لأن أنت في الآخر من يملك القرار في الجامعة هي الداخلية ما فيش رسائق جامعات فأنت إحنا عندنا مئات من القرارات من الأحكام القضائية التي تتمكن الطلاب بالعودة للجامعات يا سالم لما تجي يتلاقي وزير التعليم في حكومة الإنقالية بيقولك أن الطلب المعتقلين جوه السجون مش هيمتحنوا تتكلم عن دولة إيه وتتكلم عن قانون إيه فين النائب العام هنا اللي يحاكم وزير التعليم عندما يتحدث على ذلك لكن في نقطة برضو مهمة أنت أشرت إليها إن هنا الطلبة بتعبر عن رأيها النهاردة نشوفنا الطلبة الموجودة وفيشوفنا طلبة غاضبين في الجامعات التانية وكان النهاردة في اقتحام لجامعة الأزهر فرع البنات وشوفنا اقتحامات في بعض الجامعات المزاهرة دية اللي بتقعيد شيخ الأزهر أحمد الطيب لم يتعد عليها الطلاب الرافضين للانقلاب العسكري يعني خلانا نقول له هناك غضب طلابي والفتنة من الطلاب كنا شوفنا الطلبة ضربوا بعض لكن هناك نوجه طلابي الطلاب رفضين حاجة واحدة لها دولة العسكر والبيادة وما أنا قلت العسكر بهذه القرارات التعصفية كفصل الطلاب داخل الجامعات هو يزيد الغضب الطلابي شكرا جزيلا علشان هو يستمر في القمع والقاطع شكرا جزيلا أحمد البقري نائب رئيس الاتحاد طلاب شكرا لك شكرا جزيلا